انات ساريف في مرسمها الخاص في جنوب فرنسا المرأة السبعينية ترسم غالبا الورود وبأسلوب متميز ألوان وتحرر وأحجام كبيرة على القماش وهي تقول هذا هو فنها ولن تستغني عنه أريدها أن تعيش على القماش وأن تتنفس على القماش وأن تلمسها وتشعر بأنها حية وهذه هي الطريقة الوحيدة لأكون نفسي أنت ساريف تنجز معظم أعمالها هنا في سان جان كاب فيراء على شاطئ الريفيرا الفرنسي وبيتها كان يوما لشارليد شابلين ثم للممثل الإنجليزي ديفيد نيفن ووينستون تشيرتشر رسم هنا مرة كضيف عدي في فصل الصيف وما تعتني به الأكثر هو الزهور التي تعتبرها مصدر إلهام لا ينضب أرسم الورود لأنها تشكل دافعا لا يقاوم إنه شيء ملزم به كأنها موسيقى تخرج مني وهو ليس شيئا منطقيا على الإطلاق إنه أمر روحي وقوة تولد من نفسها الورود تجعلك ترى سرعة زوال الحياة ساريف كرواتية الأصل وبدأت ترسم في الخمسين من عمرها بعدما جمعت ثروة جراء بيعها ممتلكات في نيوزيلندا اليوم لديها معرض في نيويورك وبعد عرض في باريس إنها تنتقل إلى معرض ساتشي الشهير في لندن وبعد ذلك تتوجه ساريف إلى فنيس وتتطلع إلى معرض ضخم في الصين آسيا هي المكان الذي يتحرك فيه الفن وآسيا متعطشة للفن الغربي ويبدو أن ورود أن تساريف الخصبة ستملأ هذا العطش الآسيوي ترجمة نانسي قنقر